اشتركوا في القناة اتمر بتنظيم من وزارة الصحة ومركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان الخليفة التخصصي للقلب وبالتعامل مع المجلس الاعلى للشباب والرياضة وخلال كلمة سموه الافتتاحية اكد سموه الشيخ ناصر بن حمد ان المؤتمر الذي ينعقد في مملكة البحرين للمرة الاولى على مستوى دول المنطقة يعكس جهود الرعاية الصحية في مملكة البحرين في اطار رؤى جلالة الملك المفدة بشأن توفير الرعاية الصحية للمواطنين باعتبارهما الركيزة الاساسية للمسيرة التنموية الشاملة بالمملكة واشار سموه الى اهتمام ومساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحرص سموه الدائم على المتابعة الحثيثة وتقديم الرعاية لكافة المواطنين والمقيمين وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة وقال سموه ان مملكة البحرين كانت ولا تزال تولي ممارسة الرياضة اولوية كبرى في خططها وبرابجها ما سهم في تحقيق العديد من الانجازات الرياضية كما يتم تشجيع وحث المواطنين والمقيمين ان يجعلوا الرياضة اسلوب حياة واشار سموه الى ان السنوات الاخيرة شهدت ظهور حالات لوفيات اثناء ممارسة الرياضة ما يوضح وجود ممارسات غير صحية قبل او اثناء او بعد ممارستها بالاضافة الى وجود احتمالية لاسباب طبية قد تؤدي الى التأثير على صحة القلب ولذلك ينعقد مؤتمر طب القلب الرياضي الذي سيسعى الى تشخيص تلك المسألة بصورة علمية واكاديمية واضحة ووضع الحلول المناسبة على ان يتم تحويل مخرجاته وتوصياته الى برنامج عمل سعيا للوصول الى مجتمع رياضي واعي بالاساليب الصحية لممارسة الرياضة وثم نسموه الشيخ ناصر بن حمد ال خليفة جهود وزارة الصحة ومركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان ال خليفة التخصصي للقلب والمجلس الاعلى للشباب والرياضة لتنظيم هذا المؤتمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا تستطيعني أن أريد أن أتحدث في الإنغلاق لكي أن أتحدث في الوصول الى مجتمع ومن خلال الناس أريد أن أتحدث في كل مجتمع الذين قلقوا هذا الوصول أو المجتمع أو المجتمع تسمعه كما تريد كما تريد أن نصل على المجتمع لكي نصل على مجتمع لأنني لا أستخدام هنا أنتستم الأخط найдراً لكي لا دو distarter أنتستم الشركين أنتستم الأخدام Nacht لانه أتحدث في اللحظة كل شيء يومي. بالنسبة لدينا 10 كيلومتر هذه المرأة قبل أن أذهب إلى هنا وأنتم بعمل هذا كل شيء يومي. لذلك السؤال الأساسي هو هل سبب الناس يقتل الناس أو الناس الذين يحمل بعض الأشياء الذين لم أعرفوا أنهم يموتوا عندما يقومون سبب الناس والذين سبب الناس ومع ذلك السبب الناس ومع ذلك السبب الناس أو الشخص الذي سُبب الناس أوهل السبب الناس ومع ذلك السبب الناس والذين سواء هناك بعض الأساسات التي نحتاج إلى جلبها مضح للجلس أريد أن أعطيحيي أريد أن أسفقي أريد أن أضع أداء أعطي إلى كل من هنا في بحرين. أنا أصدقاء في بحرين لتعطي، 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 لتعطي الناس ويجعلهم لتعطي أفضل صحيح لتعطي المنزل بين الناس والمجدين في بحرين. ولكن مرة أخرى، إذا كان هناك أي مقابل، أريد أن أعطي هذا. لذلك، أتمنى أن أعطي أن أعطي لتعطي الأفضل من ما تجد. ولكن أنا أصدقاء، أنا أصدقاء أصدقاء أن هناك أي مقابل في هذا العالم التي تقوم بتعطي المنزل بشكل أفضل بشكل أفضل أو أفضل بشكل أفضل بشكل أفضل. أعطي أن تتحدث هذا اليوم في القناة. أعطي أن أعطي أن أعطي هذا، ولكن أنا أصدقاء أفضل على ما أقول. لذلك، أعطي أن أعطي أن أعطي أن أعطي كثم من الأشخاص في بحرين يستطيع الأفضل بشكل أفضل على أفضل في هذه الحياة. ولكنه أعطي أن أعطي أن أعطي أن أعطي أن أعطي أن أعطي أفضل أنه يدعون المضحة المصدرية. لذا هذا هو أحد أساني أن تحضر هذه المنزلة أن تحضر أن تحضر أن تحضر المنزلة كل يوم وماذا يفعله في حالك ومعالك ومعالك. وفي الظلالة المؤسسة التي تسأل كل محراني عندما نسمع أو أن ترى حلوة فتباً وعندما ترى حلوة فتباً 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 ومعالك ومعالك ونحن نعلم هذه المساعدات أيضا. لذلك هم دوما يتحدثون في أمامي كل يوم. أنا أعتقد أن أحداً ولكن أحتاج إلى المساعدات من الأخرى وأن أعتقد أن تحصل على أفضل الأفضل في المنزلة لتحصل على هذا أعتقد أن هذا مقصد مدد وأن أتمنى أن أتمنى أن تتعلم وأن أتمنى أن تكون لدينا وأن تشارك هذا المنزل وأن أتمنى أن يكون لدينا إن شاء الله وإن شاء الله سنرى هذه المساعدات وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله للمؤتمر الطبي القلب الرياضي مدعوماً بحملة نبض الرياضي باعتبارها حملة إعلامية وتثقيفية موسعة تهدف إلى تثقيف المواطنين والمقيمين بالأسس الصحيحة لممارسة الميرانات الرياضية بطريقة آمنة طريقة لسلامة الرياضيين في أثناء مصدتهم للرياضة عموماً بالنسبة للرياضيين وحتى بالناس اللي يمشون مثلاً في المماشي أو في المكان فهذه كلها الحقيقة شيء مهم جداً أن يكون فيه نوع من على الأقل نوع من فحص حتى تعرف الله الواحد وش كدر يسوي جهد وش كدر يسوي رياضة المؤتمر والحملة يعدان نتاجاً لتوجيهات سموم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بتشكيل لجنة لدراسة أسباب الوفاء بالمماشي والصلاة الرياضية وتحديد الطرق الوقاية منها ما أمكن وهما خلاصة التوصيات التي خرجت بها اللجنة والتي دعت إلى حتمية عقد مؤتمر طبي يستقطب أبرز المختصين للمقوف على أفضل الممارسات الطبية للتعامل مع تلك الحالات المرضية التي تستهدف صحة الإنسان وحياته فكرة المجتمع إنه إذا شخص يتوفى فجأة وهو رياضي يعني يصيب الناس بالقلق من موضوع الرياضة لكن الرياضة طبعاً السليمة هي ما زالت المؤشر حيوي على الصحة ونحن نوصيبها بالنسبة إلى الأرقام طبعاً حالات الوفيات تختلف على حسب المكان الذي يقام فيه الدراسة لكن هي تقدر واحد من أربعين ألف إلى واحد إلى ثمانين ألف حالة مؤتمر القلب الرياضي شهد مشاركة نخبة كبيرة من المتحدثين والأكاديميين والمتخصصين في مجال الطب الرياضي والرياضيين وحتى العارضين من داخل البحرين وخارجها من أجل تبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث والأساليب التشخيصية والعلاجية والمقائية لحدوث مثل هذا النوع من حالات الوفاة طبعاً شيء يؤرق الإنسان عندما يسمع أن الرياضي فقط طاح فجأة ومات أو نام ومات يعني فهذا الأشياء يؤرق الإنسان بس عندما تعرف الأسباب يكون جميل وأيضاً تعرف كيف تدفهاد هذا الشيء يعني الخبراء اللي عندنا من جميع دول العالم مع المشاركين من دول الخليج وضعنا أصابعنا على أماكن اللي احنا مفروض نشتغل عليها موضوع موضوع يعني الفحص المبكر توعية الناس على الممارسة الصحية لتلافي مضاعفات الرياضة زي ما الرياضة ليها مميزات شديدة جداً في بناء الأكسام والصحة والنمط الحياة الصحيحي قد تكون لها مضاعفات على الإنسان الغير مريض والغير مدرب مهتمة جداً بالعمل الداخلي وأعتقد بأنه له أثر كبير جداً في الصحة النفسية وفي معرفة أسباب المرض الجسدي لأن المرض الجسدي له أسباب نفس جسدية له أسباب نفسية وجذور نفسية المؤتمر وعلى مداري أيامه الثلاثة سيتناول العوامل المحيطة بحدوث حالات الوفاة من نافذة أربعين محاضرة علمية بالإضافة إلى خمس ورش عمل متخصصة في مجال الطب الرياضي حدث كبير بمحاوره القيمة جاء إيماناً من قبل القائمين على الحركة الرياضية وبالشراكة مع القطاع الطبي في المملكة بضرورة نشر التوعية المتعلقة بالإجراءات الصحية التي تتناسب مع ممارسة الرياضة السليمة في المماشي والصلاة الرياضية دون حدوث أي أضرار لمزاوليها لينعم الجميع بحالة صحية ممتازة لا تلال فيها لتلفزيون البحرين محمد رشدات ترجمة نانسي قنقر